وأنا مسيحي أنا مسيحي أرثوذكسي أفتخر أنني أنتمي إلى أقدمي وأعرقي كنيسة في العالم يا أخي عندما نتحدث عن المسيحية في فلسطين نحن لا نتحدث عن بضاعة مستوردة من الغرب لم تأتي المسيحية إلى بلادنا ومشرقنا وطبعا أنا هنا لا أتحدث فقط عن فلسطين بل عن كل هذا المشرق المسيحية ليست بضاعة مستوردة كما نستورد اليوم كل التقنيات وكل التكنولوجيات قبل ألفي عام هنا ولد السيد المسيح وهنا عاش قبل أكثر من ألفي عام وهنا قدم للإنسانية كل ما قدمه وأنا في صبيحة هذا اليوم كنت أتحدث مع وسيلة إعلامية مسيحية في الغرب وقلت لهم تذكروا وأنتم تحتفلون بعيد الميلاد وتزينون شوارعكم وباحاتكم تذكروا أطفال فلسطين تذكروا أرض المهد أرض الميلاد بيت لحم فلسطين الأرض المقدسة نحن نفتخر أننا مسيحيون متمسكون بإيماننا بقيمنا بإنسانيتنا بجذورنا العميقة ولكننا أيضا نفتخر أننا ننتمي إلى الشعب الفلسطيني نحن في هذا المشرق في هذا المشرق المسيحيون ليسوا أقليات في أوطانهم أنا أنا أرفض هذا المفهوم أرفض هذا المفهوم عندما نسمع بعض السياسيين في الغرب يتحدثون عن الأقليات المسيحية نحن لسنا أقليات مسيحية لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في مصر ولا في أي مكان في هذا المشرق وإن كنا قلة في عددنا في فلسطين بالسبب ما ألم بنا وبشعبنا ولكننا لسنا أقلية نحن فلسطينيون ننتمي لهذا الشعب وسنبقى ندافع عن هذا الشعب وإذا أنت بدك تسألني أكثر أنا أقول لك أن القضية الفلسطينية هي قضية مسيحية كمان إذا بدنا نعطيها البعد الإنساني والإسلامي والعربي وما إلى ذلك أنا أقول أنها أيضا قضية مسيحية لأننا عندما ندافع عن فلسطين نحن ندافع عن المسيحية في مهدها وهذا ما قلته اليوم لأحد الكرادلة الذي تصل معي من روما قلت له عندما تدافعون عن فلسطين وشعبها المظلوم أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها وفي المكان الذي منه انطلقت المسيحية إلى مشارق الأرض ومغاربها يعني لو كلامك يعمم يا سيادة المطران على كافة المجتمعات وكافة الأديان وكافة الطواقف لكنا بألف خير يعني كلامك آت بوقعه على الجميع شفنا وزير الثقافي اللبناني كتب أنا مسلم يا سيادة المطران وأيضا على مذهبك أنا عربي يرأ أنا ذرة غبار من جلبابك الطاهر تفوق عروبات المنافقين والمتخاذلين أنت تعبر اليوم بجزء كبير من كلامك عن مشاعر وعن حاسيس وعن مواقف الكثير من العرب المسلمين ألا تظن ذلك؟ يعني أنا أود أن أحيي أيضا يعني سعادة الوزير معالي الوزير وأنا أود أن أحيي كل إنسان حر حقيقة أنا أحترم كل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني نحترم كل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني وأنا أعتقد اليوم البشر جميعا بغض النظر عن انتمائاتهم الدينية والتعددية الدينية الموجودة في العالم هم على المحك أنا أعتقد بأن كل إنسان اليوم هو على المحك لكي يعبر عن إنسانيته عن أخلاقه عن قيمه من خلال قوله للكلمة التي يجب أن تقال بأن هذا العدوان يجب أن يتوقف هذا الاحتلال يجب أن يتوقف المسلمون بالنسبة إلينا وأنا لا أقول هذا من باب المجاملة أنا أقول هذا واقع نحن في القدس على سبيل المثال نحن إخوة نعيش معا نستنشق نفس الهواء نعيش نفس المعاناة والآلام والجراح وندافع عن شعبنا الفلسطيني نحن لا نتحدث عن معاناة مسيحية وعن معاناة إسلامية معاناتنا هي واحدة في ظل هذا الاحتلال الذي يستهدفنا جميعا وقد لاحظتم أنتم أن العدوان في غزة لم يميز بين الكنيسة والمسجد لم يميز بين المشفى والمؤسسة التي فيها أناس مدنيون إلى آخره يعني حقيقة هذا الاستعمار يستهدفنا جميعا ولا يريد الخير لا للمسيحي ولا للمسلم ولا لكل إنسان حر نحن مطالبون وأنا أتمنى أن تصل هذه الرسالة نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى كمسيحيين ومسلمين وخاصة في هذا المشرق أن نكون على قلب رجل واحد أن نكون موحدين أن نرفض أي خطاب أي خطاب أيًا كان مصدره هدفه إثارة الفتن الإنقسامات التشرذم في صفوفنا وبين ظهرانينا يجب أن نكون على مستوى كبير جدا من الحكمة والرصانة والوطنية لكي نفشل كل المؤامرات التي لا تريدنا أن نكون إخوى متحبين في هذا المشرق وأن تكون بوصلتنا نحو فلسطين البعض يريد للبوصلة أن تكون منحرفة نحو اتجاهات أخرى نحو الطائفية نحو الكراهية نحو الفتن نحو كل هذه المظاهر السلبية ونحن هنا نقول بأن بوصلتنا يجب أن تكون دائما كمسيحيين ومسلمين وأنا طبعا لا أستثني أيضا اليهود الغير متصهينين الموجودين في هذا العالم وهم أيضا يعني عندهم مواقف وهم في المظاهرات وفي كل الساحات يؤازرون الشعب الفلسطيني أنا أتمنى أن تتظافر الجهود بين كل هؤلاء الأحرار في العالم نصرة لشعبنا لكي يزول هذا الاستعمار وهذا الاحتلال وينعم الشعب الفلسطيني بالحرية التي طال انتظارها ترجمة نانسي قنقر